تقريبا كثير اخبار قاعد يدور في العالم وانتشار هذا الفيروس واش نشوفوا اخر المستجدات لحظة بلحظة نعطيوكم اول باول الحقيقة خلينا نبدو بالحاجة نعطيوكم بالاخر الارقام مع الارقام اللي تم تسجيلها الى حد الان اللي هو في العالم الكل اللي وصلهم هذا الفيروس مئة واثنين الف ومئة وثمانية وثمانين هذه تحيين تقريبا ما عندوش حكاية نصية على التالي لحسب منظمة الصحر العالمية في حين سجلت تلاثالاف واربعمية واحدة وتسعين حالة وفاة وشفية من المرض سبعة وخمسين الف وتلاثمية وتسعة وثمانين شخص نعود نقولوا انه ثلاثالاف واربعمية واحدة وتسعين اللي هما كانت موجود حالة وفاة حول العالم من مئة واثنين الف ومئة وثمانين وثمانين مئة واثنين ومئة وثمانين الف اللي هو تقريبا فما اكثر من اشترهم اللي هو تقريبا ستين في المئة منهم اللي هو تلقاه معنتها شوف يوم من هذا المرض فلي ذلك من غير حتى هلاعي يفضلكم نشوفوا انه تقريبا الصين اللي هو البارح او اليوم الصبت اه لسجلة ثمانين وعشرين حالة وفاة جديدة جراء هذا الفيروس المستجد بشوصل اجمالي عدد الوفيات في البلاد الى ثلاثالاف وسبعين اه في في الصين ان شاء الله ان شاء الله ربي معهم وقالت اللجنة وانه عدد الاصابات الجديدة اللي يوصل الى تسعة وتسعين مع ارتفاع في عدد الحالات على كل نشوفوا انه اه اصابات على السفينة الموبوءة عن تشخيص اصابات كورونا الواحد وعشرين شخص في السفينة السياحية قبل ساحل كاليفورنيا على ما اعلن النهار الجمعة نائب الرئيس الامريكي مايك بينس اللي ينسق جهود مكافحة الفيروس المستجد في الولايات المتحدة الامريكية اصابة زوزمن مشاركي ايباك بكورونا الغديكا سينون زادا نلقا زادا في سعودية اللي تفرض اجراءات دخول جديدة على ثلاثة دول الغديكا سينون شوفوا زادا كيف كيف انه الكويت اللي توقف الرحلات الجوية مع سبع دول كوستاريكا تسجل اول اصابة بفيروس كورونا وكوريا الجنوبية اللي تؤكد مية وربعة وسبعين حالة اصابة جديدة الغديكا ونعرضو نذكروكم وانه مية واثنين ومية وثمانية وثمانين الف في حين هذه عدد الاصابات اللي في العالم الكل تلاثة هلاف وربعمية وتسعين حالة وفاة واللي ارتاحوا اكثر مشتر ورأوا مهم الرقم هذية سبع وخمسين الف وثلاثمية وتسعة وثمانين ارتاحوا من هذا الفيروس على كل تلقاوا المستجدات في الشأن الوطني والعالمي مع قسم